زوجك هو أقرب الناس إليك بمجرد انتقال الفتاة إلى بيت زوجها هذا الزوج صار أقرب الناس إليك وطاعته مقدمة على طاعة والديك أي نعم طاعته مقدمة على طاعة والديك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو جنتك ونارك إيش معنى هذا الكلام؟ نفتاح الجنة في يده إذا رضي عليك رضي الله وإذا غضب عليك غضب الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها ما يكفي صوام قوام ما شاء الله وعم تحفظ قرآن وعم تدرس في المعهد ختمها بماذا؟ قال وأطاعت زوجها قيل لها أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت مفتاح الجنة بيده الله تبارك وتعالى امتدح النساء الصالحات الطائعات لأزواجهن قال سبحانه وتعالى فالصالحات قانتات أي مطيعات حافظات للغيب بما حفظ الله تحفظ زوجها في حضرته في غيبته في ولده في ماله في عرضه سبحان الله الرجال قوامون على النساء هذا له خصوصية وهذه لها خصوصية ما ينبغي للمرأة أن تتمرد على الرجل وأن ترفع صوتها إياك إحذري فإن هذا يكسر قلبه ما ينبغي إياك والانصراف من بين يديه حتى يأثن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صيام النافلة حتى الصيام إذا قال له لا تصومي لا تصوم لا تدخل أحدا إلى بيته إلا بإذنه لا ترتب مواعيد ما أحد حتى ولو كانوا من الأرحام حتى لو كان أبوها وأمها ما ترتب ما أحد إلا بإذن زوجها قل لك لا تروحي ما بروح لا تعملي ما بعمل إذا أمرك بمعصية لا تأتمري لا قاعة لمخلوق في معصية الخالق